الرحمن الرحيم وصل اللهم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ها نحن أولئي مرة أخرى نلتقي في قبس من السيرة في ظلال سيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وتوقفنا عن كونه ربي عند عمه أبي طالب وكان محببا إلى أبي طالب إلى درجة أنه لم يكن يفارقه لا في حل ولا في ترحال ولذلك عندما قرر أبو طالب الذهاب إلى الشام في رحلة الشتاء والصيف فإنه أخذه معه وعندما وصلت القافرة إلى بلد يسمى بصر الشام في بداية الشام والشام هي المناطق التي نطلق عليها الأردن وفلسطين وسوريا ولبنان هذه المناطق المباركة التي ذكرها المولى عز وجل في بداية سورة الإسراء عندما قال عز من قائل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله فكل ما حول المسجد الأقصى من سوريا والأردن ولبنان وما إلى ذلك كلها تعتبر شام ولذلك عندما وصلت القافلة إلى بصر الشام لم يصلوا بعد إلى الشام وإنما في بداية حدود الشام هناك مدينة تسمى بصر ومن عادة هذه القافلة أنهم يمرون براهب نصراني يتعبد الله عز وجل في صومعته هذه المرة بمجرد أن اقتربت القافلة إذا به يبعث لهم يعني مبعوثا يقول لهم هلموا إلي جميعا بأنه رأى أمرا عجبا فهناك سحابة تظلل النبي صلى الله عليه وسلم منذ قربهم من بصر الشام وبالتالي علم بأن هذا الذي هذا الطفل وعمره 12 سنة هذا الطفل الذي تظلله سحابة ليس كغيره من الناس ولذلك دعاهم إلى طعام قال كلكم يأتي الكبير والصغير والعبد والحر كلكم يأتي إن إفطاركم أو إن إطعامكم اليوم عندي وعندما وصلوا وعندما ذهبوا إليه تركوا النبي محمدا صلى الله عليه وسلم في القافلة باعتبار أنه طفل صغير فقال هل جئتم جميعا قالوا نعم هل جئتم جميعا قالوا إلا طفل تركناه في القافلة يحرسها قال علي به هو الذي أوقفتكم من أجله وعندما جئ بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وكان حينئذ طفلا تفحصه فإذا به يرى فيه سمة النبوة وكشف عن عاتقه فإذا به يرى خاتم النبوة فقال الراهب بحيرا إلى أبي طالب من هذا قال ابني قال ما ينبغي أن يكون هذا الغلام ابنك لأننا نقرأ في كتبنا أن والده يموت قبل أن يولد قال إنه ابن أخي قال ما دام ابن أخيك فإن ابنك هذا له شأن عظيم ارجع به إلى مكة ولا تغامر به إلى الشام واحذر عليه من يهود فإنهم إن فطنوا له فسوف يقتلونه ذلك لأن اليهود يجدون في كتوبهم أن هناك نبي في آخر هذا الزمن يبعث وقد حل زمانه وكانوا يتمنون أن يكون هذا النبي منهم أي من اليهود فإذا علموا بأنه ليس منهم وإنما من العرب فإنه سوف تثور ثائرتهم وسيقتلونه لأنهم قتلت الأنبياء ولذلك لاحظوا راهب مسيحي ومع ذلك ينصح أبا طالب عد به إلى مكة إياك أن تذهب به إلى الشام لأن اليهود إذا عرفوه فإنهم يتربسون به شر وهذا شأنهم دائما وأبدا فإنهم لا يكذبونك أو لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون يعلمون بأنه نبي آخر هذه الأمة ولكنهم حسدا من عند أنفسهم كفروا به ومع ذلك فإن الإسلام عندما انتشر وذهب إلى المدينة وانتشر في المدينة المنورة لم يعاملهم باعتبار أنهم يهود وإنما عاملهم باعتبار أنهم كتاب أقرب إلينا من غيرهم ولكن بني قريضة وبني قينقاع وبن النظير وسكان خيبر كلهم خانوا ولذلك أخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة ليس لأنهم يهود فإن المجتمع الإسلام يعيش فيه المسلمون ويعيش فيه اليهود ويعيش فيه النصارى لأن الإسلام يقول لا إكراه في الدين ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أخرجهم لأنهم خدعوا ولأنهم خانوا مدام يتآمرون على الدولة الإسلامية وعلى الأمة الإسلامية فإنه ما ينبغي أن يتساهل معهم إطلاقا بعدئذ رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة المكرمة ولأنه يشعر بأنه صاحب مسؤولية فإنه لا يريد أن يكون ثقيلا ثقيلا على عمه وبالتالي بدأ يرعى الأغنام وسئل النبي صلى الله عليه وسلم هل رعيت الأغنام؟ قال نعم ما من نبي قبلي إلا رعى الأغنام ولقد رعيت أغناما لقومي على قراري أي مقابل عمل معين كان يرعى الأغنام ويعين عمه أبا طالب وبمجرد أن اشتد عوده إذا به يشتغل بالتجارة ويشتغل بالبيع والشراء وذا عصيته بأنه رجل أمين ورجل ليس كغيره من الرجال وبالتالي فإن الناس أصبحوا يعلمون بأنه يتاجر ويتاجر من أجل أن يعين عمه وبالتالي فإنهم يعلمون بأنه تاجر وأمين ولذلك فإنه عندما كبر بعض الشيء وبلغ العشرين من عمره كانت العرب قد وقعت في معارك في الأشهر الحرم وأنتم تعلمون بأن الحرب في الأشهر الحرم لا تجوز فلقد كان الرجل يجد في الأشهر الحرم قاتل أبيه أو قاتل أخيه ولكنه لا يفعل له شيئا كانوا يعظمون الأشهر الحرم ومع ذلك فإن هؤلاء قد تقاتلوا في الأشهر الحرم ووقعت حرب تسمى حرب الفجار ولكن هب الصلحاء من بينهم ابن جدعان وغيره هب الصلحاء وأصلحوا ما بين المتخاصمين وأعطوا الديات للقتل وكانوا سببا في إطفاء هذه الفتنة حرب الفجار في إطفاء فتنتها شارك فيها محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين انتشر خبره في مكة وعلموا بأنه تاجر أمين وكانت خديجة رضي الله عنها امرأة ربما في الأربعين من عمرها يعني توفي زوجها عتيق وبعد ذلك يعني رأت من حسن سيرته وذهب لها بتجارة إلى الشام مع خادم لها يسمى ميصر وقالت له راقبه انظر أمانته وانظر نشاطه وانظر تصرفاته عندما عاد عاد لها بالمال الوفير وسألت ميصر الذي كان خادما لها خادما لها بعثته مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال والله ما رأيت مثله إطلاقا فتاق قلبها إلى أن يكون زوجا لها وخطبته لنفسها لعلكم تلاحظون أن المجتمع العربي الذي يساد أو الذي يعرف عنه بأنه ربما لا يعطي لشؤون الزواج والمرأة اعتبارا إطلاقا امرأة تاقت نفسها أن تتزوج رجلا أحبته بعفة فبعثت تخطبه ووافق النبي صلى الله عليه وسلم ووقعت العقد الشرعي الذي خطبه وعمه أبو طالب خطب خطبة ممتازة وقال زوجت خديجة بنت فلان إلى محمد صلى الله عليه وسلم وتم الزواج وكان عمره حينئذ خمسون وعشرون سنة وكان نعم الزواج ولم يتزوج عليها إلى أن ارتحلت إلى ربها وبالتالي عمره خمسون وعشرون سنة وعمرها أربعون سنة وعندما تزوجها وعندما تزوجها لم يبعث إلا بعد خمسة عشر عاما ومع ذلك تزوجها وأنجب منها البنين وأنجب منها رقية وزينب وفاطمة وأم كلثوم ولم يرزق منها ذكرا إطلاقا ولذلكم يا أيها الإخوة الأعزاء ها أنتم ترون بأننا فعلا نعيش في رحاب السيرة حيث النبي صلى الله عليه وسلم وحيث خديجة رضي الله عنها ولعله لنا في قابل الأيام لقاءات أخرى مع هذه الرحاب التي نعيش فيها والسلام عليكم ورحمة الله